عزيزي الطلاب مرحبا بكم مرة اخرى في مادة العقود الادارية الشق الخاص باثار ومشكلات تنفيذ العقود الادارية محاضرة اليوم ان شاء الله تكون من صفحة 253 الى صفحة 284 اتكلمنا المرة اللي فاتت عن النظريات التي ابتدعها القضاء الاداري في حالة اختلال التوازن المالي للعقد قلنا ان عندنا 3 نظريات اساسيين هي نظرية فعل الامير ونظرية الظروف الطارئة ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة وقد قمت بشرح نظرية فعل الامير في المحاضرة السابقة ونستأنف في محاضرة اليوم بقي النظريات فسنبدأ بنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة ونظرية الظروف الطارئة فيما بعد زي ما قلنا أن النظريات دي القضاء الإداري قام بابتدعها لإعادة التوازن المالي للعقد في حين حدوث أي أسباب أو أي ظروف قدت إلى اختلال هذا التوازن المالي طيب وقلنا إحنا بنفرق ما بين الثلاث نظريات دي على أساس نوع المخاطر أو نوع الظروف اللي بتطرق على العقد وبتؤدي إلى اختلال التوازن ده ولما تكلمنا في نظرية فعل الأمير قلنا أنه طبيعة المخاطر المتعلقة بهذه النظرية أو التي تستدعي تطبيق هذه النظرية هي مخاطر إدارية بحتها يعني مخاطر متعلقة بالقرارات التي تصدر من السلطة الإدارية المتعاقدة اليوم سوف نتحدث عن نظرية أخرى متعلقة بالصعوبات المادية غير المتاقع فما معنى أو ما هو تعريف هذه النظرية؟ نظرية الصعوبات المادية غير المتاقعة هي من صنع القضاء أو من صنع مجلس الدول وتعني أنه إذا صادف المتعاقب مع الإدارة أثناء تنفيذ التزامات وصعوبات مادية غير عادية ذات طبيعة استثنائية ولم يكن في الوسع توقعها إطلاقا وقت إبرام العقد وأدت إلى سيرور التنفيذ العقد أكثر إرهاقا وأشد وطأ من الناحية المالية فإنه يستحق تعويضا كاملا عما لحقه من أدرار نتيجة هذه الصعوبات ويكون ذلك برفع المقابل النقضي المحدد في العقد طيب من الشئة أن النظرية دي أو أن فكرة الصعوبات المادية غير المتاقعة بتحدث بشكل واسع في عقود الأشغال العمل وبتتخذ شكل الصعوبات الكامنة في موقع العمل أو المنطقة المحيطة به وغير المعلومة للطرفين قبل ببدء في تنفيذ الأعمال المطلوبة فمعظم الأمثلة على تطبيق هذه النظرية بتكون لها علاقة بعقود الأشغال زي مثلا الطبيعة الصخرية غير العادية لأرض موقع العمل أو الطبيعة غير المتمسكة للتربة فمن النادر أن نجد تطبيقات قضائية لهذه النظرية خارج نطاق عقود الأشغال العمل وقد يثور التساؤل في تحديد مجال تطبيق النظرية حول إمكانية تطبيقها في عدة حالات مثلا في الحالة التي تتضمن شرطا صريحا يقضي بتحميل المتعاقب مع الإدارة لكافة مخاطر التنفيذ يعني هنا الفرض أنه المتعاقب مع الإدارة بيتعهد في العقد أنه يتحمل كافة مخاطر التنفيذ أيا كانت أو في حالة أخرى تحديد الثمن مهما كانت الصعوبات التي يواجهها المتعاقد مع الإدارة أو مهما كانت طبيعة التربة يعني يتم تحديد الثمن المتفق عليه في العقد بغض النظر عن أي صعوبات يتم مواجهتها من قبل المتعاقد في المستقبل وأيضا يثور التساؤل حول إمكانية تطبيق النظرية على العقود الجزافية طب إيه هي العقود الجزافية؟ هي العقود التي تتضمن تحديد إجمالي لثمن ولكمية الأعمال المطلوبة شرحتها في محاضرة قبل كده اللي هي لو العقد بيتضمن أكثر من عمل أو من صنف فمع ذلك بيتم تحديد سعر شامل لكافة الأعمال أو كافة الأصناف التي تعد محل لهذا العقد هنا بنقول عليه عقد جزافي يعني لا يتم تحديد ثمن خاص بكل عمل على حد طيب هنا اختلف موقف مجلس الدولة الفرنسي عن نظيره المصري بصدد الحل الواجب الاتباع عن مسألة تطبيق النظرية النظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة أم عدم تطبيقها في هذه الأحوال الثلاثة هنا نجد أن مجلس الدولة الفرنسي استقر على أن الشروط العقدية التي تقضي بمسؤولية المتعاقد مع الإدارة عن تنفيذ العقد في كافة الظروف المقصود بالظروف هنا هي الظروف العادية أو الصعوبات العادية أما بالنسبة للصعوبات الغير عادية أو التي يمكن أن ينطبق عليها فكرة الصعوبات الاستثنائية فإن من حق المتعاقد في هذه الحالة المطالبة بالتعاويد عنها طيب أما بالنسبة للعقود الجزافية فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن الطبع الجزافي في تحديد الثمن لا يحول أيضا دون تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة وبالتالي فمن حق المتعاقد أن يتم منحه تعويض عن الصعوبات الاستثنائية وغير المتوقعة التي صادفها أثناء التنفيذ وعلى الرغم من النص في العقد على تحميل المتعاقد مخاطر التنفيذ يبقى احنا هنا شفنا أن موقف مجلس الدولة الفرنسي في صالح المتعاقد أما في مصر فإن المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت إلى أنه إذا كانت شروط العقد تقضي بأن المقاول مسؤول مسؤولية كمالة عن جميع الصعوبات المادية التي تصادفهم سواء كانت متوقعة أم غير متوقعة فإنها تعني أن المقاولين ملزمين بأن يتحروا بأنفسهم عن طبيعة التزامتهم وأنهم مسؤولون عن كل الصعوبات التي تصادفهم منظورة كانت أو غير منظورة يبقى هنا مجلس الدولة المصري أخذ موقف مضاد أو موقف مخالف لمجلس الدولة الفرنسي وهو في الحقيقة موقف منتقد من جانب الفقه فالفقه هنا يرى أن الشروط التي تلزم المقاولين بأن يتحروا بأنفسهم عن طبيعة التزامتهم وأنهم يكونوا مسؤولين مسؤولية كمالة عن الصعوبات التي تصادفهم يجب أن يقتصر أثارها فقط على التشدد من جانب القاضي في تقدير درجة الصعوبات يعني لما القاضي يبص للقضية علشان يحكم هل المتعاقد يستحق تعويد أو لا فبينظر للصعوبة التي وجهته وينظر لها بعين التشدد ولكن لا يجب تفسيرها لأنها تمنع المتعاقد تماما الذي يصادف عقبات استثنائية وغير عادية من الالتجاء إلى القضاء المطالبة بالتعويد ولذلك فقد اتجهت بعد كده في وقت لاحق الجامعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتعايد بمجلس الدولة إلى تفسير الاتفاقات بعدم مسؤولية الإدارة عما يصادفه المتعاقد من صعوبات غير متوقعة اتجهت لإيه بقى إلى أن المقصود بها تحميل المتعاقد مع الإدارة مسؤولية الصعوبات في الحدود المعقولة التي يصل إليها التقدير العادي للأمور فهنا رجعت تاني الجامعية العمومية للتفسير المنطقي أو للتفسير المعقول وهي أن الصعوبات اللي بيتحملها المتعاقد وفقا للشروط التعاقدية هي بس الصعوبات التي تكون في الحدود المعقولة أو الصعوبات التي ينطبق عليها وصف الصعوبات العادية وبالنسبة أيضا للعقود الجزافية فقد أفتت الجامعية العمومية بأن الطبع الجزافي في تحديد الثمن لا يحول دون تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة على أنه يجب عندئذ أن يكون من شأن الصعوبات المادية في هذه الأحوال أن تخل باقتصاديات العقد تابعا لانهيار الأسس التي قام عليها الثمن المتفق عليه فيه وهنا بنلاقي أنه الفتوى دي بتذهب لنفس ما انتهت إليه أحكام مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن نندق البقاء إلى شروط تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة في البداية يجب أن أوضح أنه وفقا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة المصري فإن تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة يتوقف على توفر شروط معينة الشروط دي احنا هنتولاها بالشرح بالتفصيل ولكن في البداية أحب أوضح أنه الشروط دي كلها يجب أن تتوافر جميعا حتى يمكننا تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة فإذا تخلف أحد هذه الشروط فإن النظرية لا تنطبق ولا يستحق المتعاقب مع الإدارة أي تعويض طيب إيه هي طبيعة الشروط التي يجب توفرها لتطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة أول شرط يجب أن تكون الصعوبات ذات طابع مادي بحت طيب ما هي الصعوبات المادية؟ الصعوبات المادية يقوم مصدرها في أغلب الحالات ظواهر طبيعية كامنة في طبيعة الأرض التي تنفذ عليها أو فيها الأشغال العام فعلى سبيل المثال مثلا الأرض الصلبة أو الأرض الصخرية أو الأرض الهشة أو الأرض غير المتمسكة اللي هي طبيعة التربة أو التكوين الجيولوجي لأرض موقع العمل دي ممكن تمثل صعوبات مادية غير عادية وإذا كان الأصل العام أن تكون الصعوبات المادية أصلها من ظواهر طبيعية أو مصدرها ظواهر طبيعية إلا أنه في بعض الحالات التي قد لا تكون كثيرة يمكن أن يكون مصدرها فعل إنساني وعندنا أمثلة للموضوعات دي هتلاقوها عندكم في صفحة 258 مثل ظهور قناة مجاورة لموقع العمل لم تظهر في الرسومات الهندسية أو الخرائط التي تم على أساسها التعاقد طبعا القناة دي من فعل الإنسان يعني بتكون الإنسان هو اللي حفرها ظهور مناطق أثرية في موقع العمل لم تظهر في الخرائط التي تم تسلمها لمقاول الأشغال اكتشاف حق الألغام أو قنابل مدفونة في أرض موقع العمل من الحروب السابقة لم يكن لها وجود في الخرائط التي تم على أساسها التعاقد كل هذه الأمور هي من فعل الإنسان وليست ظواهر طبيعية طيب الشرط الثاني أنه يجب أن تكون الصعوبات غير مألوفة وذات طابع استثنائي بحت طيب ما هي فكرة أو ما هو معيار تحديد الصعوبات الغير مألوفة أو الاستثنائية؟ في الحقيقة أن الطابع الاستثنائي البحت معناه أن يكون من شأن هذه الصعوبات عرقلة تنفيذ الالتزامات بالإضافة إلى تجبيد المتعاقد نفقات فادحة غير متوقعة وهذا النوع من الصعوبات هو الذي تغطيه نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة فطبقا لما استقر عليه أحكام مجلس الدولة فإن المتعاقد مع الإدارة لا يستطيع المطالبة بالتعويض استنادا لهذه النظرية إلا إذا كانت الصعوبات التي وجهته من نوع غير مألوف يتجاوز المخاطر العادية التي قد يتعرض لها أي متعاقد أثناء تنفيذ التزام طيب مين هنا اللي من حقه يحدد إذا كانت الصعوبات Z بينطبق عليها فكرة الاستثنائية أو غير المألوفة من عدمه في الحقيقة أن تقدير ما إذا كانت الصعوبة التي صادفها المتعاقد مع الإدارة هي من الصعوبات الاستثنائية أو من الصعوبات غير المألوفة هو أمر يقدره قاضي العقد وفقا لظروف كل قضية على حد فمثلا لو أخذنا مثال شق طريق للسيارات يمر عبر مرتفعات صخرية هنلاقي أنه مصطفة المقاول لمناطق صخرية صلبة تحتاج إلى تفجيرها بالمفارقعات أو لمنطقة تتسرب إليها المياه من أعلى المرتفعات بصفة دائمة ده بيعد أمر عادي ومألوف أثناء تشهيد مثل هذا النوع من العقود فلا يمكن الإدعاء بأنها من الظروف الاستثنائية أو الغير مألوفة في مثل هذه العقود وطبعا هذا شيء مطروك لقاضي العقد يحدده أو يقرره وفقا لما يرى على حسب كل ظروف كل حد طيب الشرط الثالث هو أن يجب أن تظهر الصعوبات بصورة مفاجئة وغير متوقع وقت إبرام العقد فالعبرة هنا بوقت إبرام العقد وليس بوقت لاحق فيشترط للتعويض عن الصعوبات التي تظهر في موقع العمل أو التي تظهر أثناء تنفيذ العقد وفقا لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة أن يكون المتعاقد قد درس طبيعة موقع العمل وبذل الجهد المعقول والمطلوب من أي متعاقد حريص على الإحاطة بجفة الصعوبات المادية وذلك في بداية العقد وقت الإبرام فإذا قام بكل ذلك ثم اتضح أن الصعوبات التي ظهرت فجأة منه لا يمكن توقعه وقت التعاقد فإن في هذه الحالة يمكن المتعاقد مع الإدارة أن يقوم بالمطالبة بالتعويض عن مجد من صعوبات أو عن ما ظهر من ظروف جديدة أما إذا كانت هذه الصعوبات متوقعة أو كان من الممكن توقعها وقت إبرام العقد وفقا للمتعاقد العادي أو وفقا لأي متعاقد يكون في مثل هذا الوضع فلا مجال لتطبيق النظرية فهنا بما أن الصعوبات التي تواجه المقاولين في عقود الأشغال في الغالب تكون صعوبات كامنة وغير ظاهرة في بداية التعاقد ولكن لا يجب أن ننسى أن من واجب المقاول الأشغال أو القائمة على تنفيذ عقد الأشغال أن يقوم بعمل الدراسات الواجبة في بداية العقد لاكتشاف ما يمكن أن يجد من صعوبات في المستقبل فإذا قام بجميع هذه الدراسات ومع ذلك بعد بداية تنفيذ العقد ظهرت أو جدت صعوبات كانت غير متوقعة وقت إبرام العقد ففي هذه الحالة هي هذه الحالة اللي بيتم فيها طلب التعويض وفقا لهذه النظرية ولأهمية هذا الأمر فقد أكد المشرع المصري أيضا على التزام المقاول المتعاقد مع الإدارة بإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية التصميمات المعتمدة للتنفيذ وبالتالي فإن وجود أي تقصير من جانب المتعاقد مع الإدارة في إجراء هذه الاختبارات أو عدم بدل الجهد المعقول لاكتشاف الصعوبات يحول بينه وبين المطالبة بالتعويض وفقا لنظرية الصعوبات المادية غير المتاقة طبعا خاصة إذا اكتشف القاضي أن المقاول كان بواسعه اكتشاف هذه الصعوبات وقت إبرام العقد بالنسبة للشرط الرابع يجب أن لا تكون الصعوبات المادية من عمل الإدارة أو المتعاقد معها وهذا الشرط في الحقيقة هو شرط أهم جدا لأنه يميز بين النظرية الصعوبات المادية غير المتعاقعة وما قد يختلط معها من نظريات أخرى فلو افترضنا أن هناك تدخل من جانب الإدارة بتصرفاتها سواء بخطأ أو بدون خطأ فهنا تنطبق نظريات أخرى فإذا كان تصرف الإدارة هو السبب في الصعوبات المادية وكان هذا التصرف بناء على خطأ منها فهنا تنطبق مسؤولية الإدارة وفقا للمسؤولية التعاقدية عن خطأ الإدارة أما إذا كان تدخل الإدارة أو تصرفها دون خطأ فهنا تنطبق نظرية فعل الأمير طيب إذا كان بقى على الوجه الآخر الصعوبات دي بسبب تدخل أو خطأ المتعاقد فهنا لا محل لتطبيق نظرية الصعوبات المادية غير متعاقعة لأنه شرطا لتطبيقها أو لمطالبة بالتعاويد ألا يكون له دخل في حدوث هذه الصعوبات المادية أو تفاقمها أو زيادة مخاطر فهذا يقتضي منه أن يثبت أنه قد بذل كل ما في وصعه لاكتشاف هذه الصعوبات ومواجهتها بالوسائل والمعدات المتاحلة أما إذا فشل المتعاقد مع الإدارة في ذلك واتضح أنه هو الذي تسبب في إحداث الظروف أو الصعوبات المادية أو زيادتها بخطأه أو تقصيره فلا مجال طبعا لتطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتعاقعة بالنسبة للشرط الخامس يجب أن تؤدي الصعوبات المادية إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد وطبعا إحنا الكلام ده قلناه في بداية الحديث عن النظريات أن هذه النظريات أساسا ابتدعت لإعادة التوازن المالي للعقد الإداري فهذا الشرط يعد شرطا عاما في النظريات الثلاثة التي ابتكرها مجلس الدولة الفرنسي والتي طبقها من بعده مجلس الدولة المصري طيب هنا بنعرف منين إذا كان الصعوبات المادية قدت إلى اختلال التوازن المالي للعقد من عدمه بيتم تقدير الإخلال بالتوازن المالي عن طريق حساب المبالغ الإضافية التي تكبدها المتعاقب مع الإدارة أو التي تم انفقها لمواجهة هذه الصعوبات المادية ونشوفها بالنسبة للقيمة الأصلية للعقد فإذا كانت النسبة بتاعة المبالغ الإضافية نسبة قليلة فدي لا تعتبر فيها إخلال بالتوازن المالي للعقد أما لو كانت نسبتها عالية بالمقارنة للقيمة الأصلية للعقد فهنا القاضي بيعتبر أنه فيه إخلال بالتوازن المالي للعقد وبيستحق المتعاقب مع الإدارة التعويد طيب ننتقل بقى لنقطة أخرى في النظرية وهي أثر نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة في إعادة التوازن المالي للعقد زي ما قلنا قبل كده في نظرية فعل الأمير أنه النظرية بتؤدي إلى تعويض المتعاقد عما فاتوا من كذب وما لحقوا من خسارة فهو تعويض كامل فهنا أيضا يجب أن نعرف ما هو أثر تطبيق نظرية الصعوبات المادية في إعادة التوازن المالي للعقد طيب مبدئيا حتى يستحق المتعاقب مع الإدارة التعويد لإعادة التوازن الاقتصادي للعقد يشترط شرط أساسي لاستحقاق هذا التعويد وهو أن يستمر في تنفيذ التزاماته العقدية برغم من وجود الصعوبات المادية المفاجئة فهو هنا لا يستطيع أن يتوقف عن تنفيذ العقد إلا إذا أصبح هذا التنفيذ مستحيل استحالة مطلقة بسبب القوى القار فبالتالي لو تسرع المتعاقب مع الإدارة وتوقف عن تنفيذ التزاماته مش بس هيكون غير مستحق للتعويد وفقا لنظرية الصعوبات المادية غير متوقعة ولكن أيضا قد يتعرض لتوقيع الجزائات من جانب الإدارة المتعاقبة طيب بالنسبة لنطاق التعويد يعني هل هو تعويد كامل ولا تعويد جزئي ولا إيه نوع تعويد المستحق للمتعاقب مع الإدارة هنا لم يتفق مجلس الدولة المصري والفرنسي على نطاق التعويد المستحق وفقا لنظرية الظروف المادية غير المتوقعة ففي فرنسا مثلا اتجهت بعض المحاكم الإدارية إلى تطبيق قعدة توزيع نفقات موجهة الصعوبات المادية غير المتوقعة يعني إيه؟ يعني تنقسم النفقات دي يتم تقسمها ما بين الإدارة وما بين المتعاقب مع الإدارة حتى لا يتحملها طرف واحد ولكن بعد ذلك استقرت أحكام مجلس الدولة الفرنسي في النهاية على أن نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة تؤدي إلى استبعاد تطبيق مبدأ ثبات ونهائية الثمن المتفق عليه في العقود الإدارية لأنه هنا مفيش ثمن سيبت لأنه تم تغيير الثمن المتفق عليه وفقا لما استجد من صعوبات مادية قد تؤدي إلى زيادة الثمن بشكل كبير وبالتالي فإن مسؤولية الإدارة في تعويض المتعاقد معها تعويضا كاملا يشمل مالحكم من خسارة وما فاته من كسب متوقعة بسبب الصعوبات المادية غير متوقعة هو ما استقر عليه مجلس الدولة الفرنسي في النهاية يبقى في البداية قال أنه يتم تقسيم الخسارة أو المبالغ الزائدة على الإدارة والمتعاقد وبعد ذلك انتهى إلى أن يتم تعويض المتعاقد مع الإدارة تعويضا كاملا يعني زي نظرية فعل الأمير تعويض جاشم المالحق المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب طب ده بالنسبة للوضع في فرنسا أما في مصر فإن محكمة القضاء الإداري قررت في البداية عدم تطبيق مبدأ التعويض الكامل يعني نفس الشأن بالنسبة لفرنسا أو نفس الوضع اللي تم في فرنسا وأخذت بمبدأ المشاركة في تحمل النفقات والتكاليف الزائدة وبردو في النهاية استقر قضاء المحكمة بعد ذلك على تطبيق مبدأ التعويض الكامل وفي هذا الأمر قادت المحكمة في أحد أحكمها بأن التعويض هنا هنا أي تطبيق لنظرية الظروف المادية غير متوقعة لا يتمثل في معاونة مالية جزئية تمنحها جهة الإدارة للمتعقد معها بل يكون تعويضا كاملا عن جميع الأضرار التي يتحملها المقاول بدفع مبلغ إضافي له على الأسعار المتفق عليه ومع ذلك فإن مجلس الدولة المصري اختلف عن مجلس الدولة الفرنسي فإنه لم يستقر على هذا المبدأ بشكل نهيي لأن المحكمة الإدارية العليا بعد ذلك قد ألغت حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى بالتعويض الكامل وقررت أن الصعوبات التي استندت إليها المحكمة للحكمة بالتعويض الكامل لا ترقى إلى مستوى الحوادث الطارقة الموجهة لإلزام الإدارة بتحمل نصيب في الخسارة الفادحة التي تختل بها اقتصاديات العقد اختلالا جسيما طيب من الواضح طبعا هنا أن العبارات التي استعملتها المحكمة تنطبق على نظرية الظروف الطارقة وليس نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة فبنستخلص من ذلك أن هناك لبس في أحكام مجلس الدولة المصري بخصوص نظرية الأعمال المادية غير المتوقعة ونظرية الظروف الطارقة ولكن اللي نستخلصه أو اللي نستنتجه من هذا الأمر أن ليس هناك موقف ثابت لمجلس الدولة بخصوص نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة فأحكامها بتنقسم ما بين الحكم بالتعويض الكامل للمتعاقدين أو الحكم بالمشاركة في تحمل النفقات والتكاليف الزيت وطبعا في نقطة أخيرة أحب أوضحها وهي استثناء بنستمده من القاعدة العامة أنه في حالة مشاركة المتعاقد مع الإدارة بخطأه في زيادة الخسائر فإن القاضي ينتقس من مقدار التعويض بالقدر الذي أسهم فيه المتعاقد في إحداث الصعوبات المادية أو تسبب بتقصيره في تفاقمه طيب ننتقل بقى لنظرية الظروف الطارقة احنا كده انتهينا من نظرية فعل الأمير ونظرية العمال المادية غير المتوقعة آخر نظرية هي نظرية الظروف الطارقة عندنا هتبقى يعني الصفحات من 269 إلى صفحة 271 هي للقراءة فقط ونبدأ بقى بصفحة 272 شروط تطبيق نظرية الظروف الطارقة زي ما شرحت في البداية لما كنت بتكلم على النظريات الثلاثة قلت إنه نظرية الظروف الطارقة بتنطبق في حالة وجود مخاطر ذات طبيعة اتصادية أو طبيعية أو إدارية ومثلها مثل باقي النظريات يجب توفر عدة شروط لتطبيقه طيب الشرط الأول هو وقوع حوادث استثنائية طبيعية أو اقتصادية أو إدارية أثناء تنفيذ العقد الإداري الحوادث دي يجب أن تقع طبعا في بداية يعني ليس قبل بداية تنفيذ العقد أو بعد تمامه ولكن أثناء تنفيذ العقد يبقى الوقت اللي بتقع فيه الحوادث دي هام جدا في انطباق النظرية من عدم فإذا كانت الحوادث التي يمكن أن تعد حوادث استثنائية وقعت قبل بداية تنفيذ العقد فلا يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارقة ونفس الشيء إذا وقعت هذه الحوادث بعد نهاية مدة تنفيذ العقد طيب هل تطبق نظرية الظروف الطارقة على العقد التي تقوم بها الإدارة حتى ولو لم تكن عقود إدارية الإجابة بالنفي لا تنطبق نظرية الظروف الطارقة إلا على العقود الإدارية فهي لا تنطبق على العقود المدنية والتجارية حتى ولو كانت جهة الإدارة طرفية وبرده المفروض نعرف أن نظرية الظروف الطريقة في بداية الأمر كانت بتنطبق فقط على الظروف ذات الطابعة الاقتصادي البحث يعني في حالة حدوث ظروف ذات طابعة اقتصادي أخلت باقتصاديات العقد ولكن قضاء مجلس الدولة في فرنسا وفي مصر بعد ذلك توسع بحيث تضمنت النظرية أو شملت أيضا صور أخرى من المخاطر التي يمكن أن نتعرض لها المتعاقب مع الإدارة ومن ضمنها مثلا المخاطر الاقتصادية ودي كانت الأساس في ظهور النظرية اللي هي المخاطر المتعلقة مثلا بارتفاع أجور العمال أو الأسعار بالنسبة للمواد الخام ارتفاعا كبيرا أو الانخفاض الحاد في إيرادات المقاول نتيجة الكساد الاقتصادي أو الأزمات الاقتصادية فده بتعتبر مخاطر اقتصادية بتخل بالتوازن المالي للعقد يوجد أيضا المخاطر الطبيعية المخاطر الطبيعية قد يكون مصدرها ظواهر طبيعية كالفيضانات والزلازل والأوبئة مثلا وهناك أيضا المخاطر الإدارية التي تؤدي إلى اختلال اقتصاديات العقد يجب أن تصدر القرارات من الجهة الإدارية المتعقدة يعني لازم القرار الصادر اللي أدى إلى اختلال توازن العقد يكون صادر من الجهة الإدارية اللي أبرامت العقد مع المتعقد أما هنا فالإجراءات اللي احنا بنقصدها هي إجراءات صادرة من جهة إدارية أجنبية عن العقد يعني سلطة عامة أخرى غير التي قامت بالتعاقد أو التي قامت بإبرام العقد الذي اختل توازن وهناك عدة صور المخاطر الإدارية فهناك مخاطر إدارية ناجمة عن إجراءات عامة ودي بتشمل القوانين واللواقح ده مثلا صدور تشريع مفاجئ بيرفع أسعار أو أجور العمال أو فرض درائب جزيدة أو إلغاء تسهيلات ضريبية أو إصدار تشريعات تتعلق بالعملة زي مثلا تعويم الجنيه المصري أو خفض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وهكذا كل هذه الأمور يمكن أن تؤدي إلى اختلال توازن العقد فما هو حكم القانون والقضاء في هذا الشأن الحقيقة التطبيقات القضائية في مجلس الدولة المصري ذهبت إلى أنه يمكن اعتبار القوانين واللواقح من الظروف الطارقة التي تستدعي تطبيق نظرية الظروف الطارقة وبالتالي مثلا فإن القرار مجلس الوزراء بتخفيض قيمة الجنيه المصري بالنسبة إلى الدولار يعتبر حادثا استثنائيا عاما وبردو قانون الزراعة أو قانون الإصلاح الزراعي بحكم كون القانون يعتبر حادث استثنائي عام إذا أدى إلى زيادة التكاليف أو زيادة النفقات بالنسبة لعقود معينة يؤثر عليها وفقا لحكم القضاء ولكن هناك حكم آخر من محكمة القضاء الإدارية تثني فكرة الضرائب فقد أقر أن الضرائب بصفة عامة لا يتعتبر من الظروف الطارقة التي تخفف من التزامات المتعاقد أو تلغيها طيب يعني هنا لو في فروق أسعار نجم عن تطبيق قانون الطوارق هل ده بيعد من المخاطر الإدارية النجم عن إجراءات عامة وبالتالي يستدعي تطبيق نظرية الظروف الطارقة فالإجابة هنا هي بالنفي فوفقا لأحكام مجلس الدولة فإن الضرائب حتى ولو قدت إلى زيادة النفقات المتعلقة بالعقد لتجعل تنفيذه عسير إلا أنها ليست من شأنها أن تصيب المتعاقد بخسارة فادحة تتجاوز كل تقديرات الخسارة مما يبرر التدخل لتعويض المتعاقد عن الخسائر التي تكبتها في نهاية الأمر الزيادة التي تنتج عن تغيير قوانين الضرائب هي يمكن أن تؤدي إلى خسائر في الحد المعقول طيب دي بالنسبة للمخاطر الإدارية العامة أو التي تنتج عن إجراءات عامة زي القوانين واللواع هناك أيضا مخاطر إدارية ناجمة عن إجراءات خاصة أو اللي احنا بنقول عليها القرارات الإدارية الفردية ودي المخاطر الإدارية التي يكون من شأنها التأثير على عقد إداري معين يعني الجهة لما بتصدر قرار القرار ده بيبقى موجه لعقد إداري معين أو بيؤثر أو يقلب اقتصاديات عقد إداري معين طيب هنا التساؤل بيثور حول ما إذا كان يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطريقة أن تكون المخاطر الإدارية مقصورة على الإجراءات العامة أو الخاصة الضر التي صدرت عن السلطة العامة غير متعقدة أم أنها تشمل أيضا الإجراءات الصادرة عن الجهة الإدارية المتعقدة احنا كنا قلنا أن الإجراءات الصادرة عن الجهة الإدارية المتعقدة دي يعني بتبقى مجال التطبيق بتاعها نظرية أفعال الأمير طيب هنا فيه اختلاف ما بين مجلس الدولة المصري ومجلس الدولة الفرنسي الحقيقة مجلس الدولة الفرنسي في البداية أقر أن يكون الإجراء الإداري الدار خارج نطاق الرابطة العقدية وبالتالي فإن كان هناك شرط أن تكون الجهة التي أصدرت التصرف أو الإجراء هي جهة غير متعقدة وفي هذا الوقت كان يسهل التمييز بوضوح بين نطاق تطبيق نظرية الظروف الطارقة ونظرية أفعال الأمير في حالة إذا كانت الجهة الإدارية المتعقدة هي اللي قامت بتصرف الدار فهنا بنتبق نظرية أفعال الأمير أما إذا كانت جهة أخرى هي اللي قامت بتصرف الدار وكانت جهة سلطة عامة يعني أو جهة إدارية فبنتبق نظرية الظروف الطارقة أما بقى الاتجاه الحديث لمجلس الدولة الفرنسي فإنه سواء كان مصدر الظروف الطارقة إجراء صادر من الجهة الإدارية المتعقدة أم غيرها فيمكن تطبيق نظرية الظروف الطارقة وبالتالي فإن المتعقد مع الإدارة يمكنه الاستفادة من نظرية الظروف الطارقة يعني طبعا ده وفقا للاتجاه الحديث في حالتين الأولى إذا صادر الإجراء الإداري أدار من سلطة إدارية غير متعقدة وده هو الأساس والثانية إذا صادر الإجراء الإداري أدار من سلطة إدارية متعقدة وفشل المتعقد في إثبات خصوصية الضرر قشرت لتطبيق نظرية أفعال الأمير فبالتالي يمكنه اللجوء لنظرية الظروف الطارقة طيب بالنسبة بقى المجلس الدولة المصري الحقيقة كان فيه تردد في موقف مجلس الدولة المصري ففي البداية الأحكام بتاعته كانت غير حاسمة أو كانت بتستخدم عبارات غير حاسمة وكان من شأنها أن هي تقر المبدأ الأقر مجلس الدولة الفرنسي بأنه يجوز تطبيق نظرية الظروف الطارقة سواء كان التدخل من جانب الجهة الإدارية المتعقدة أو غيرها ولكن الموقف النهائي لمجلس الدولة المصري هو أنه يجب لتطبيق نظرية الظروف الطارقة أن يكون العمل صادر من جهة إدارية غير الجهة المتعقدة فهو ده الموقف النهائي لمجلس الدولة المصري طيب بعد كده الشرط الثاني هو عدم إمكانية توقع الظرف الطارق أو دفعه عند التنفيذ وده طبعا من الشروط الأساسية لتطبيق نظرية الظروف الطارقة فطبعا إذا كان الظرف متوقع وقت إبرام العقد فمن البديه أن المتعقدين وضعوا في حزبانهم هذا الظرف عند الاتفاق على بنود العقد بما فيها شرط الثمن لذلك يتشدد القضاء سواء في مصر أو فرنسا في التأكد من توفر شرط عدم التوقع فيتطلب القضاء إثبات أن الظرف الطارق قد قشف عن مخاطر غير عادية لم يكن في وسع المتعقد توقعها وقت إبرام العقد فطبعا لشان نطبق نظرية دي يجب على المتعقدين إثبات أو المتعقد المدار إثبات أنه لم يكن في وسع وتوقع هذا الحدث في بداية العقد بأي شكل ك وطبعا هذا الأمر مرتبط باستحالة دفع الحادث لأنه لو كان حتى الأمر ده غير متوقع ولكن يمكن بعد حدوثه أن يتم دفعه أو أن المتعقد يتعامل معاه ويواجهه بشكل من الأشكال فلا مجال لتطبيق النظرية لأنه هنا مش هيكون فيه مشكلة بالنسبة للمتعقد في تنفيذ التزامته طيب هنا بقى يثور التساؤل حول هل النظرية بتشمل فقط محل عدم التوقع أم أيضا آثار؟ طب معناه الكلام دا يعني مثلا يعني على سبيل المثال إذا قامت حرب في بلد ما بعد إبرام عقد فهل النظرية بتنطبق فقط على فكرة قيام الحرب ولا على الآثار المترتبة على الحرب هنا بيختلف الأمر يعني مثلا لو أنا عملت عقد وكانت البلد في ظروف مستقر وبعد برغم العقد نشبت حرب ما بين الدولة اللي أنا فيها ودولة أخرى فهنا دا قولا واحدا بيكون ظرف غير متوقع طالما ما كانش فيه أي دلائل عليه وبالتالي بيكون محل عدم التوقع هو الحرب لكن إذا بقى افترضنا افتراض آخر وهو أن يتم إبرام العقد بعد بداية بعض العمليات الحربية يعني قامت العمليات الحربية وبعد ذلك تم إبرام العقد ولكن الآثار اللي ترتبط على العمليات الحربية لم تكن متوقعة في بداية إبرام العقد فهل الآثار دي بتكون محل اعتبار من جانب القاضي ويمكن على أساسها تطبيق نظرية الظروف الطارئة في البداية مجلس الدولة الفرنسي لم يأخذ بهذا الأمر فلم يطبق نظرية الظروف الطارئة إلا على العقد التي تم إبرامها قبل بداية العمليات الحربية ولكن بعد ذلك عدل مجلس الدولة الفرنسي من موقفه لأنه لاحظ أن الظروف الاستثنائية أو الآثار التي تترتب عن العمليات الحربية قد تكون في حد ذاتها غير متوقعة بعد إبرام العقد لذلك اكتفى بأن تكون آثار الظرف الطارئ أو مداها هي التي لم يكن في الإمكان توقع أما بالنسبة لمجلس الدولة المصري فإنه أخذ بالمبدأ الجديد لمجلس الدولة الفرنسي وهو الاعتراف بشرط عدم التوقع بالنسبة للظرف الطارئ وبالنسبة للآثار المترتبة علي الشرط الثالث وهو إصابة المتعاقب مع الإدارة بخسائر فادحة تؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد رأسا على العقد فهنا يشترط لاستحقاق المتعاقب مع الإدارة تعويض أن يكون هناك ضرر كبير جدا وعلى قدر من الجسامة يلحق بالمتعاقب حتى نتمكن من تطبيق نظرية الظروف الطارئ وده بعكس إيه؟ بعكس نظرية أفعال الأمير ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقع التي كان يستحق فيها المتعاقب مع الإدارة تعويضا عن الأضرار التي لحقته بصرف النظر عن مدى جسامته طيب ما هو معنى جسامة الخسارة؟ كشرط لتطبيق النظرية تعني أن يؤدي الظرف الطارئ إلى الإثقال على المتعاقب بشكل غير معقول فلا يمكن أن تكون مجرد خسارة عادية فعلى سبيل المثال إذا انحصر أثر الظرف الطارئ على تفويت فرصة الربح على المتعاقد فإنه لا يكون ثمة مجال لأعمال أحكام هذه النظرية وللتقدير مدى الخسارة التي أدت لاختلال توازن العقد فإن مجلس الدولة المصري يقوم بإجراء مقارنة بين النفقات التي يدعيها المتعاقد وعناصر العقد في مجموعه لتحديد ما إذا كانت هذه النفقات قد وصلت إلى حد قلب اقتصاديات العقد بالفعل من عدم ففي حكم من أحكام المحكمة الإدارية العليا نرى أنه ذهب إلى أن يجب لتقدير انقلاب اقتصاديات العقد واعتبارها قائمة أن يدخل في الحساب جميع عناصر العقد التي تؤثر على اقتصادياته واعتبار العقد في ذلك وحدة ويفحص في مجموعه لا أن ينظر إلى أحد عناصره فقط بل يكون ذلك بمرعاد جميع العناصر التي يتألف منها إذ قد يكون بعد هذين عناصر مكسبا ومعودا عن العناصر الأخرى التي أدت إلى الخسارة فهنا القاضي بينظر العقد ككل يعني بيشوف هل الزرف ده لهو مؤثر على عنصر واحد من عناصر العقد هل باقي العناصر تأثرت أو أدت إلى خسائر بالفعل أم هذا العنصر لم يكن مؤثرا وتم تعويضه بعناصر أخرى موجودة في العقد فبينظر إلى العقد بشكل كامل هل العقد أدى إلى خسائر فادحة فعلا بالنسبة للمتعاقد أم هناك عناصر أخرى قامت بتعويض المتعاقد عما واجهه من ظروف استثنائية يدعي بتواجدها لتطبيق نظرية الظروف الطريقة علي هنا إحنا توقفنا عن صفحة 284 وبنقف في المنهج عند الصفحة دي بكده يكون المنهج بتاعنا الشق الخاص بالأثار ومشكلات تنفيذ العقد الإدارية انتهى وطبعا هيتم إبلاغكم بأي مستجدات متعلقة بنظام الامتحانات وإن شاء الله أتمنى لكم كل التوفيق